اخبار اليوم بمدينة العريش اثناء ادائهما لواجبهما الوطني في مراقبة الانتخابات البرلمانية حيث اكد الرئيس ان الشهيدين ضحيا بحياتهما في سبيل الوطن واضاف علامة مضيئة الى مسيرة عطاء مؤسسة القضاء الشامخة ورجال هلوفياء وذكر المتحدث ان الرئيس عقد اجتماعا مع اعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة هنأهم خلاله على اعادة افتاح المقر واكد سيسي على تقديره لرجال القضاء ومبدلونه من تضحيات وجهود عظيمة من اجل رفعة الوطن مشيدا بعداء مختلف المؤسسات القضائية